أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين شدد المصدر على أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها كما أكد المصدر تمسك مصر بعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة وشدد المصدر كذلك على أن مصر تؤكد دائما على موقفها ثابت بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة وعلى ضرورة فتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة وبشكل فوري